ناقد الفني أحمد سعد الدين ويمكن الحديث مستمر عن صلاح السعداني وهو الحقيقة ركن من أركان الدراما المصرية والعربية دراما المصرية الآن ليه أعمال كتيرة جدا جدا في التلفزيون وعلى مدار فترة طويلة احنا بنكلم في 50 سنة دلوقتي أو أكتر يمكن حتى وستس فاضل في بدايته اشتغل معاه في القاهرة والناس ودي كانت في ستينات مسلسل كبير جدا وهكذا مفيش عمل دخله صلاح السعداني إلا ما يكون هو صاحب رسالة لأنه كان يهمه أساسا تأثير الدور مش حجم الدور وده مش بسهولة هتلاقيه في ناس كتير لا ده منتقى تصالح مع النفس طبعا طبعا صلاح السعداني يعني نقدر نقول أنه هو يرحل بالجسد لكن أعماله هتفضل بقيا النهاردة في الجنازة حديك تشوفي المسجد اتملى عن آخره وده دليل حب لصلاح السعداني رغم أنه هو بعيد تماما عن الوسط بقاله أكتر من 7-8 سنة وبعيد حتى عن الشاشة يعني عشرين سنة يمكن آخر الأعمال كانت آخر عمل أعتقد أنه هو الأخوة أعداء 2012 أو 2013 الأخوة أعداء ده آخر أعماله لكن هو الفترة الطويلة اللي فاتت يمكن هو مش موجود على الشاشة ولكن سيرة صلاح السعداني بقية بقية وجميلة النهاردة لو تشوفي كل النجوم مصر موجودة النهاردة أنا شفتوهم النهاردة في الجنازة صحيح وزي ما كان أستاذ فتوح أحمد بيقول الكل بيعزي الكل هي مسيرة حب مش عزاء هي مسيرة حب لأنه كل الناس جاي عشان صلاح السعداني صحيح أحد رموز مصر الحلوة الحلوة والجميلة اللي عمرنا ما سمعنا أنه هو تخانق مع حد صحيح ما عندوش عدوات يعني في بعض النجوم وده صعب مع تحقيق النجومية ده شيء ما هوش سهل ولكن هو متصالح مع نفسه وعمل شغله أدى رسالته على أكمل وجه